اشتركوا في القناة في العالم كله وفي الكون كله بعد ايام كل حاجة لونها احمر هتغلى الدباديب الحمر هتغلى الشامع الاحمر هيغلى الاقلام الحمر هتغلى الا حاجة واحدة بس لونها احمر هترخص دم المسلم هو اللي هيرخص بعد ايام بنتيجة المحاصل اللي المسلمين هيعملوها وشباب المسلمين هيعملوها بعد ايام فيروس خطير جدا هيكتسح جسد الامة فيروس ايه فيروس الادز اخطر الادز اخطر من الادز كمان أخطر من الإبولة اللي بتسيح الجسد البشري أخطر من الكوليرا اللي موتت نص أوروبا لما اكتحتها من مئات السنين أخطر الفيروس إيه فيروس الفلانتين يا جماعة أنا جاي اللي لاحظة كل شاب وفتاة من فيروس في غاية الخطورة جاي يكتسح قلوب شباب الأمة وجاي يدمر علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى فيروس الفلانتين اللي لازم نواجهه أنت تخيل أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقفوا قدامك واليهود والنصارة وقفين قدامك كل ما هتدخل في الفلانتين أكتر اليهود والنصارة يفرحوا وهتحزن قلب النبي كل ما هتدخل في تشاركي في الفلانتين أكتر اليهود والنصارة يفرحوا فينا والنبى عليه الصلاة والسلام تنزل من عنه انت عايز تحزن قلب النبي وتفرح قلب اليهود والنصارة ولا عايز تفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الوقت محمد أحمد إبراهيم هيعمل فرحه وجورج مخايل مش عارف ايه هيعمل فرحه تخيله ده هيلبس نفس اللبس اللي هيلبسه ده وهيجيب فستان لمراته من نفس القتله اللي هيجيبها ده وهيقعد مراته في كوشة قدام الناس زي ده وهيحجز قاعة في النادي اللي هيحجز فيه دهو وهيجيب المعزيم رجالة وستات مختلطين زي ده وهيجيب فرق ومعازف ومغنيات ورقصات زي ده وهيجيب زفة ومعازف واختلاط برا النادي زي ده لو انت دعيت لفرح محمد اتروح ما انتش عارف فرح محمد من فرح جورج ما انتش عارف ما عدناش عارفين فاطمة من ماري يا جماعة ان فاطمة لابسه نفس نفس ماري وبتسمع نفس الاغالي اللي بتسمعها وبتحب نفس المغنيين اللي بتحبهم وبتتبع نفس القنوات اللي بتتبعها لحد امتى هنفضل في وقع الكتب اللي احنا فيه